على امتداد المساحات الجغرافية الواسعة حول العالم، كان لكورونا انتشاره الخطير، واتبعت الدول الكبرى الإضاحة في تفصيل يومي مستمر حتى الآن، لكشف مخاطر الوباء وعدد الإصابات في كل دولة من دول العالم. العراق المكتوي بخطر الوباء، مراقب تحت المجهر الأمريكي بما يكشف واقعه الأمني وليس الصحية فحسب، وبوضوح مكتمل الصورة تقدم أمريكا في بيان وزارة خارجيتها تحذيرها القوي للمواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق. التقارير الأمريكية لم تتوقف منذ زمن من حيث الحديث المباشر عن وباء الاختطاف والصراع المسلح، سيما بعد أن أصبحت قدرة البعثة الأمريكية في العراق محدودة بما يخدم مواطنيها على وجه الخصوص. الأمريكيون كذلك يتعرضون لتهديدات الخطف على يد جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش وميليشيات السلاح المنفلت، وأخرى مثل التي تدعمها إيران. والتي تشن هجماتها وتنفذ عملياتها بشكل منتظم. ولا يمكن لأمريكا أن تقدم تحذيراً بهذا التفصيل، إلا بعد أن تعي مستوى الخطر الذي قد يمس مواطنيها في العراق. تحديداً عندما تحدث البيان عن ارتفاع موجة التظاهرات والتظاهرات المرافقة لنتائج العملية الانتخابية، لدرجة أنها وجهت نداء لكل مواطن أمريكي في حال قرار السفر صياغة وصية وتعيين مستفيدين من التأمين، ما يعني أن احتمالية الموت في العراق واردة في أي لحظة. ترجمة نانسي قنقر